ماما ماما صاحبتني دربتني في الحضانة تعالي تعالي صاحبتك دربتك في الحضانة لإيه؟ مش عارفة إيه اللي حصل قليلي؟ ولا أي حاجة مش عارفة كانت جايبها جيت كتير لونها أحمر هجيت كتير وجميلة لونها أحمر جيت أخذ منها ببوني حتى واحدة كانت تضربني وأنا عايت وتعودت كتا يعني هي كانت جايبها حاجات باللون الأحمر؟ طب أنا هجيب لك حاجات تعيشك يوم كامل باللون الأحمر كل حاجة هتعمليها هيكون لونها أحمر تعالي عمر عمر أصحى تعالي دلوقتي انزل دلوقتي السوبر ماركت هاتلي حاجات كتير كلها باللون الأحمر لأختك يلا بينا تتأخرش يا عمر بسم الله ما شاء الله عمر جابلك حاجات كتير أو لونها أحمر أهو الله يا ماما انت دلوقتي عايزة تأكل مش كده؟ هعملك الاندومي ده وأجيلك حالا أول حاجة عملت الاندومي الأحمر للولي يلا يا ماما جاعينا حاضر يا حبيبتي قربت أعمله أهو وهنا كنت عملت الاندومي الأحمر للولي وبقول لها خدي يا لولي وطبعا عمر قرر يأكل معاها ويدخل التحدي برضو باللون الأحمر يلا يا عمر دوق كده بس اخد بالك لأنها سخنة قوي لا سخنة مستماتب ماشي والحد ما الاندومي يبرد شوية كانوا بيلعبوا بالبلونة الحمراء وعمر ولولي قاعدوا يأكلوا وعجبهم قوي يزيد قوي يا ماما عجبك يا حبيبي؟ ايه رأيكم تقربوا تحطوا عليه كاتشاب أحمر؟ مش عجبهم انهم يحطوا عليه كاتشاب أحمر كلوا بالهنة بعد ما اكلوا الاندومي قرروا يحلوه كل واحد هياخد علبة عصير برضو باللون الأحمر يلا كلوا يا حبيبي واشربوا وقولولي عجبتكم ولا لأ حلوة يا ماما انا مبتولة غير طهبتي شطر يا حبيبي وعمر كمان هيفتحها هو يقول لنا طعمها ايه؟ حلوة يا عمر بطعم الفراولة اكيد صح؟ طفاح طفاح أحمر دلوقتي بقى وقت السناك يلا كل واحد ياخد واحد افضل يا لولي عايزين يبدلوا مع بعض هما بحبوا بعض طالما لحاجب اللون الأحمر عمر تحب حط لك كاتشاب أحمر؟ يلا يا لولي بطعم ايه يا لولي؟ هتدوق وتقول لنا هنحط الكاتشاب لعمر علشان يشوف هنشوف دوق كده ها؟ لا لا مش عجبه انا بقى لولي كانت عايزة تتفرج على التلفزيون وعلشان كل حاجة تكون باللون الأحمر كررت افرش لها دي باللون الأحمر وتقعد عليها هتفضل يا لولي ودلوقتي بقى هفتح لك التلفزيون وهجب لك فيلم كمان باللون الأحمر كده بقتي مبسوطة وقدتي يوم كابل باللون الأحمر طيب قول لأصحابك يشتركوا في قناتك بقى باي ها؟ ها؟ قل لهم عملوا لي لايك عملوا لي لايك واشتراك يلا باي مع السلامة باي قل لهم أنا لولي أنا لولي لولي أيسولة لولي أيسولة باي